قدر والديك تعرف قدر والديك إذا فارقت والديك إذا جاك خبر مفاجئ أحسن الله عزاك في أبيك وفي أمك تقوم قيامتك إذا مات الأب أغلق باب من أبواب الجنة والأم باب من أبواب الجنة أنا عندي تغريدات في الأم وأقولها سريع لأن الأم لها ثلاثة أربع الحق أمي أكبر وأنا في عينك صغير أنت كبير عند الناس لأمك فأنت طفل حتى تشيب وتموت تلاحقك بالدموع ترى تبكي لفرحك وتبكي لحزنك وترى قلبه عندك فأسأل الله أن يثيب أمهاتنا خير أقرب الطرق إلى الجنة أن تنزل عند قدم أمك الأم والأب الوحيدين اللي دخلت عليهم فألغي الألقاب والأمناصب عندك ليس لك اسمه أنت مجرد خادم أرجو من أي وزير أو أمير أو شيخ أو تاجر أو داعية يدخل على أمه وبه يلغي الألقاب ترى تخادم وأرجو أنك تستاذني إذا دخلت أمك هل تجلس ولا لا ومن عنده منكم وقت وجد فرصة يقبل قدم أبيه قدم أمه فالله يأجر خير والله الجنة عند أقدام الأمه ترى قلب الطرق أن تقبل القدم تقبله هنيئة لمن عنده أم يقبل قدمها وامسح دموعك وأنت تقبل قدمها وامسح دموعك بقدمها لأنها شقيت بهذا القدم بهذا القدم صارت عليه وأطعمت وأسكت وأرضعت وغسرت وألحفت وطيبت وسهرت عليك قبل هذا القدم ولا تقول لهم أغفر لا تكثر يعني حتى وجد لا يكثر أسأل الله أن يجزي عنا الأمهات خير والآباء وأن يغفر لنا ولكم وهنيئة لمن بقي عندهم أب والأم يصبح الصباح على الكف بقبله وإن استطاع على القدم فهذا يوم سعيد في حياتك ترى رسالة بدعاء من الأم يفتح الله لك كل الأبواب من الرزق والخير والعطاء يا إخوة أرجو أن تسمعوا هذا الكلام وأن نتوجه الآن إلى أمهاتنا بالبرد وبالدعاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيهم عنا خير الجزاء ويجعلنا بارين برنا بهن ترجمة نانسي قنقر